الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم عنه مرتبط بالكلام القناة الشباب ودور الشباب في المرحلة دي والانقسام اللي حاصل في الساحة السياسية المصرية اهنا في اللقاء اللي فات من سبت الماضي اتكلمنا عن الانقسام اللي حاصل بين القوى السياسية وقلنا ان الطيار الاسلام السياسي له تواجد ولو ارتباط قوي باخطاعات عريضة من الشعب المصري وبالتالي الفيلم الشمال الفيلم اليمين ارتباطه ده هحقق نفس النتائج اللي هي 78% وبقية الطيارات 22% وقلت ان انا اعتقد كمان ان لو حصل الاستفتاح ده دلوقتي تاني اعتقد ان 22% ممكن تقيل طبعا ده كلام ممكن ازعى الناس كتير جدا بس لازم نوضح بعض الموقع ان دي مش امنيتي ان القوى الليبرالية والقوى اليسارية والقوى الاشتراكية والقوى القومية والقوى الناصرية انها تحصل على 22% بس في الحقيقة ده الواقع مش ما اتمنى او ما اسعى اليه بالعكس ما اسعى اليه ان احنا بدل من ضيع الجهد والوقت في ممحكات قلت عليها انها بالبعد بتتسمى كمحيك ان لا انام للدستور الاول لا انام وقلت ان انا رأي ان انا انام للدستور الاول ولكن توجيه الجهد في هذا الاتجاه في انتجاه لا الدستور الاول قبل الانتخابات لا بعد الانتخابات لا انتخابات الراسة الجمهورية كل ده مضيعة للجهد والوقت وهروض من المأمورية الاساسية الملقاة على عاطق هذه القوى اللى حصلت على 22% هذه القوى ملقاة على عاطقها انها تنجز ملامة تنجزه في الفترات السابقة الاخوان وغير الاخوان كوكافة التارات الاسلامية اقدرت تتواصل مع الشعب طبعا مستخدمة الجانب الدين في الموضوع طبعا ده كان بيستخدم وما زال يستخدم ولكن باقي القوى تقدر تعمل اتصال وترابط مع الشعب بنقد استخدام الدين في اضاية حياتية ما يجبش ان الدين يبقى الفايصة يعني الليقول نعم يخش الجنة ولا يقول لا يخش النار يعني ده دور على القوى الاخرى قوى الـ 22% وانا هنلاحظ ان بعد جمعة الماضية اللي هي سميت بجمعة الغضب الثانية ان التأديرات اولا الاعلام يعني الفضائيات والجرايط هي معظمها هي مع الـ 22% وانا شخصيا مع الـ 22% ولكن الخلال هو في ان انت لما تبقى مع حدا فتجامل الحاجة تبقى غير موضوعي يعني ان انت تقول مثلا ان كان فيه مش عارف كام في ميدان التحرير وهم ما كانوش كده ده في الحقيقة مش مفيد وغير صحيح وغير مبدئي ولا يدلنا على الطريق الصحيح اذا قلنا على مئة الف ميدان التحرير ان هما كانوا مص مليون ده ما يفتش الـ 22% بل بالعكس يغمي عينيها ويجعلها تشعر انها بتكبر وابتنو وبعدين عند اول استفتاء هيكتشفوا الصدمة ان هما 22% وده اللي حصل تقريبا قبل الاستفتاء قبل الاستفتاء كان كل القنوات الفضائية والجرائد وجهة نظرها وانا متبنيها ومقتنع بيها ولكن رغم الفضائيات ورغم الجرائد انهم لما نزلوا في الاستفتاء لابوا نفسهم جابوا 22% جابوا 22% مبع عشان اولهم اللي هيقول نعم مخدش الجنة يعني كل ده درجات غير قوية لان في الاخر ازا كنت مؤمن بوعي الشعب المصري بانو يعني انك محترم هذا الشعب ومحترم وعيه ومحترم قدرته على التمييز فكل الاسباب دي من فيه وفطة قالت ليقول نعم مش عارف ايه في اسكندرية ولا في اي بلد ولا حد في جامع او كذا انت في حقيقة شاكك في وعي هذا الشعب مش بتكلم عن الامية مش بتكلم عن الثقافة الوعي حاجة والثقافة حاجة والامية حاجة الامية اسهلهم انه يعرفش براجتك الثقافة انه هو مطلع على ثقافة تعديدة اسوأ باللغة العربية او باللغات العربية الوعي هو ده بالاسس الوعي ده تراكم خبرات جعوب خبرات الالاف من السنين بتشكل وعي هذا الشعب اللي بيتطور وقت عن الاخر وبيتراكم خبراته من خلال حاجات كتير جدا جدا فممكن يبقى شخص امي وغير مثقف ولكنه واعي لمصالحه وما يدور حوله واحنا بنقابل النماذج دي كتير جدا فبسطاء الناس انه بيلخص لك القضية كلها فكلمتين بتلاقيه فعلا هم دول جوهر الموضوع وانه فعلا رأيه صحيح وصائب وانه عنده قدرة على النظره الساقبة انه يشوف بالظبط ايه اللي حصل بعكس بقى المثقفين وسياسيين وكذا اللي ممكن يتكلم اربعة طبعا ده مش عيب ولكن فيه آليات معينة فيه طبائع معينة فيه عادات وتقاليد فيه لغة فيه مفردات لغة بيه اللي بتقربنا من هؤلاء الناس اللي هم ممكن يبقوا اوميين او نسبة كبيرة منهم اوميين ونسبة كبيرة منهم ما جت لهمش فرصة الثقافة الثقافة دي فرصة اللي تربى من هو صغير في الحقل وبيزرع وبيقلع وبيشيل وبيودي من هو طفل صغير لغة مكابر لغة ماتجاوز ده يتثقف فيه غيرك انت باها لقيت بابا وماما وربوك وصرفوا عليك وادوك عسام مدارس وتعلمت لغات واريت وتثقفت وروحت السينما اللي مش عارف فينه واريت الكتاب ايه وعملت الرواية ايه واصدقائك في المدرسة كلهم ولاد ناس ايه واني تكلم في اضايا ثقافية وفلسفية واريته الثقافة وكتب والثقافة دي مش اي حد يعني مش اي طبقة في الشعب عندها فرصة انها هتاخد الثقافة طبقات المطحونة كلها مفيش كتاب هتلاقيه في القودة تحت سلم كلهم عايش فيها عشر تنفار كلهم بيشتغلوا بتخلقوا مع وعدوا وبتاع هتلاقي في القودة دي على جنب كده في رف مكتب كتب ده يعني ابسط شيء ايه فسواء الاميين اول غير مثقفين دول حاجة والوعي عند الشعب المصري ده حاجة الوعي ده هو مكتسب من خبرة الحياة القاطية جدا الي هو عيش ومن خبرة اباؤه واجداده وزي ما قلنا الاف السنين وبالتالي هو واعي وفهم ازا انت عندك شك في حكاية وعي ودي يبقى مشكلة عندك في الحياة وبالتالي اي ازباد نقولها حوالين ان احنا اه اصلا قلولهم اللي يخش الجنة يعني ده كلام زي انا سميته قبل كده تمحيك وانا بقول رغم برضو الموقف الان ان احنا نعمل الاول الدستور وانا رايي ان احنا نعمل الاول الدستور بس تقديري ان الموقف العملي دلوقتي المهمة رقم واحد دلوقتي ولا ارتباط بالنسبة مش الفضائيات برضو والجرائض والمدلات والبتاع والكلام دول لان انت عمدت استفتاء دلوقتي تاني هل نعمل الدستور الاول ولا نعمل انتخابات مجلس الشعب الاول هتلاقي ان 78% الا ما يكون اكتر هيقولوا انتخابات دلوقتي وهتلاقي 22% الى ما يكون اقل ولا واحد منهم هيبقوا الدستور الاول اذا مسألة مش في صحة موقفك المسألة ان الناس دي فهم الموضوع بشكل يدعو يعني هم بيسعوا الى الاطمئنان عايزين انتخابات ويبقى في مجلس الشعب وهو كده مجلس شعب ده هيرشح 100% دول يعمله انت باعي استفادر مجلس شعب طب المية دول مين هيرشح طب انتو هتتخنقوا حواليا المية يعني مين هيرشح المية المية المجلس عسكري طب لو المجلس عسكري رشح مية عشان يقول يحط الدستور هتلاقي 1000 فصود بيعترب على اسماء في المية دول طب يعني طب تختار المية دول ازاي طب لو اقول اختار مية طب مين اختار مية اللي انت هتامل على المستفتاء تعمل استفتاء على كل اسم من المية ولا ناخد المية على بعضهم انا شايف واحد حرامين نصط المية ومش عايزه اقول نعم للمية دول وجواهم الحرام ووالتعمل استفتاء على كل واحد من المية وميه من المستفتاء مين الأحزاب الأديمة اللي من قبل الثورة كلكوا عارفين حالتها ووضعها والواحد يعني مش عايز يتوسع في كمية الأشياء اللي يجب أنها تتصلح داخل هذه الأحزاب من قلب هذه الأحزاب من الموجودين في الأحزاب الموجودة قبل الثورة عليهم أنهم يصلحوا هذه الأحزاب في الحقيقة الأحزاب دي محتاجة يعني تكاد تكون ثورة داخل هذه الأحزاب لانتزاع القيادة لصالح الشرفاء والثوريين والمحترامين داخل هذه الأحزاب وكافة طبعا مؤسسات الدولة بس احنا نبقى إن احنا نتكلم عن المية دول هنجيبهم إزاي فنتكلم على إنها إنت هتجمع عند أحزاب دي هي اللي تقول ما عمل اللجنة اللي صاغت بتعدلات الدستورية اللي كان فيها الأستاذ صبحي صالح المحامي عضو جماعة الإخوان المسلمين اللي عامل كمية مشاكل لا حصرة لها دلوقت وكل طرد على تصرح الإخوانجز إخوانجية يجيبه إخوانجي صغير وكأن باقيت الناس دول كفر يعني وانيوين حاجات كتير قوي ما عنا اخترت سبحي صالح المحامي عضو جماعة الإخوان المسلمين وفين اليسار وفين النصريين وفين الليبراليين وفين الاشتراكيين وفين العلمانيين ممثلتهمش بولا لجنة التعدلات الدستورية ده انتقالات قديمة يقولوا إن إحنا قدام موقف عملية أنا مؤمن بحاجة صح ولكن عملياً أنا بشتغل وبخسر مش باكسب مش باكسب أرضية جديدة المضاع العبر الفضاء الليبعاً لأن السيديات بتبقى مكيفة وبيتعى في التليفزيون وكل الناس تشوفوا ويقولوا الله على كلامه الجميل كلام في الجرائض نفس الشيء بيدي بريستيش كده ودعه وحد يعني أبو مين ده اللي بيكتب مقاله وعليه اسمه وصورته أو كذا الإعلام مغري الأضواء مغرية إن ما تخلصناش من هزيه القيوب اللي كانت موجودة من قبل الصورة وتوجهنا للعمل مع الجماهير كما فعلنا على الإخوان المسلمين ضدك هاقيد ده اتنين واشين ما هيقلوا كمان مش هيزيلوا وعبال بقى ما وجهة نظر توصل الجماهير الواسعة هتاخد لها خمسين ستين سنة يكون بقى الإخوان هما اللي في الحكم وكذا وكذا ده ده الوضع اللي هيحصل نرى ده الطبيعي فضلنا نستمر بالنضال عبر فضعيات والنضال عبر المنشتات الصحف والجرائيات مش دي يا جماعة القوة الداربة التصويتية ايه من الناس اللي بتكلم ما هماش اللي بقاعدين بيتفرجوا على كلامك الجميل خصوصا بقى لما كلامك يبقى فيه ايه العصف الزهني والطيار الرئيسي المصري والدالكتيك وحوار الحضراء والكلام الجميل ده فطبعا ملايين البسطاء من الشعب المصري اكيد الكلام ده يبقى بالنسبة لهم يعني ممكن يقول له اللهم شاهمين انت بتقول ايه وهيختنعوا بان اللي يقولهم الكلام ببسطة ان ده عشان كذا 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 عشان مصلحتكم وده ضد مصلحتكم هم هيختنعوا بدا بس شرط يبقى فيه احترام لهم مش ان حد يقول ان هم يعني ياخدوا نص صوت لان هم غير مثقفين وجهلة وكده والمثقفين اللي زينا ياخدوا صوت كده دي حاجة يعني بشعة انا معرفش مدى صحة هذا الكلام عشان كده وقلش مين اللي قاله او بيقوله مين اللي قاله انما لو حد قال ده فده شيء بشعة اي حد مهما كانت ثقافته ووعده وهو يفتكر نفسه فوق الشعب هو شخص يعني جاهل حتى لو معه عشرة دكتوراه وستاشر ماجستير وقاري 8000 كتاب وأشرة شافهم وخد 8000 محاضرة وندوة ومناظر هو شخص الجاهل اللي نجح ثورة مصر هو الشعب المصري مش اي حد تاني مش اي حد تاني اللي نجح ثورة مصر هو شعب المصري اللي قاد فتيل هذه الثورة وابدايتها ودفع تضحيات هما شباب الشعب المصري الشباب بدأ وأصر وصمم ودع الشعب اللي انتحق بيه ولان الشعب تعبان بقاله 30 سنة تعبان فشارك وبقوة مع الشباب وده اللي نجح الثورة وده للأسف بين قصين هزم الداخلية مزارة الداخلية من أمن مركزي وأمن دولة وعربيات ورصاص وقنابل مسيرة للدموع هذه الجحافل التي تصرف عليها المليارات على مدى 30 سنة لحماية النظام طبعا هي كانت مهزفة وزارة الداخلية لحماية النظام فالمسؤولة هو الأولى على النظام اللي حرف هذه الوزارة عن ما صارها الطبيعي في حماية الشعب باقت وزارة الداخلية وزفتها الأساس هي حماية النظام مش أي حاجة تانية طبعا وزارة الداخلية بتتحمل وزارة الداخلية السابقة مع قبل 25 ها بتتحمل جزء من المسؤولية إنها قدت هذا الدور الغير وطن لكن المسؤول الأول هو نظام اللي وظف هذه الوزارة وأحرفها عن وزفتها الوطنية والحقيقية اللي هي بيتصرف عليها من من الدرايب من أموالك وأموالي عشان تحميك ضد الحرامية وضد البلطجية وضد كذا وضعف مع الشرفاء مش العكس مش تحمل حرامية وتسجن الشرفاء يعني دي نقطة جانبية ولكن اللي أنا أقوله إن الشعب المصري هو اللي نجح الثورة الشباب بدأوا الثورة وولا الشعب المصري دخل كان وزارة الداخلية بجحافلها ومليواراتها ومصروفة على أجهزة ومعدات وعربيات وبنادق وجنود عددها يعني قارب الاثنين مليون وده عدد لا يقترب من قريب أو بعيد من عدد دقواط المسلح اللي هي بتحمل وطن ككل وصله وزارة الداخلية إنها تبقى قريبة من مليون ونص اثنين مليونة إلى رابع فبتسرف عليها مليارات دي كان بالتأكيد قدرة على هزيمة الشباب لو هم الوحديهم الشعب لما نزل اتفارتكت وزارة الداخلية واللي ديري واللي هرب واللي فتح السجون عشان يطلع المساجين عشان يوريهم بقى الادب بعينه واللي فتح اللقسام واللي عمل واللي عمل واللي عمل واللي عمل الشعب لما نزل الثورة نجحت مينفعش بقى الشعب ده نتكلم عليها انه هي غير كامل الاهلية بنص صوت او هو صوت صوت بنعم لانه دلل دلل دي لازم يكون هو يعني غير واعي لما حد يعني يدلل حد اه ده نصاب مدلل الطرف التاني ولكن بالاساس ان الطرف التاني سازج وجاهل واهبل وعبيط فاي حد ممكن يدلله يعني اذا قلنا ان ضللت الشعب المصري يبقى شعب المصري ده سازج يبقى يا يمكن انت مؤمن بان هذا الشعب واعي لانه واقع واعي ممكنش احد يارف يضلله احتمال انت اللي بتكون في فهم الموضوع صح احتمال الناس بتبحث عن الاستقرار احتمال انت الثقافة واقع دك او والثورية واقع دك او في الفدعيات والجرائد طب ده لا يمنع ان عديد من المثقفين وسياسيين والمعارضين كانوا مشاركوا فالحركة في الشارع من قبل الصورة 25 يناير من امام نقاب الصحافيين قدام دار القضاء العالي في المواقع قدام مجلس الوزراء قدام مجلس الشعب يعني العديد والعشرات والمئات من المثقفين والسياسيين كانوا بشاركوا طبعا في الحركة الجماهيرية انا كنت اتكلم بشكل عام بشكل اجمال ان لو انت شايف ان اذا انت لو انت على طول تستورد شعب تاني بتعمل بيه اا الدولة اللي انت عايزة هو الشعب ده كده وشايف انه ده صح شايف انه هو يقول نعم هو ده صح مش عجبك الشعب ده استورد شعب تاني او انت روح لشعب تاني طب ازاي بقى اخليه اقتنع بوقت نظري وانا بقول ان انا مقتنع ان الدستور اولا هيقتنع بوقت نظري لما انا اوصل له واقول له واشرح له وقمعه ويقتنع ووقت ما يقتنع يعني ما تشرتش عليه يتقتنع دلوقتي يتبقى جاهل لما يفهم اللي انا بقوله ويلمس معاه مع وعيه ومع مصالحه هيقول لي اه انا معاك ويقول لي لا اي انا ضدك ليه مفيش تار بين وبينه بس المسألة ان انا مش ملمس مع مصالحه سواء في لغتي او في الفاظي او في طريقتي او في ان انا بوصال له اصلا اعتقد ان احنا يوم الاربع الجاية هنتكلم في موضوع التنظيم ببساطة كده انا تقديري ان الشباب السورة بكل اطياجب ان يحكم مصر من اول رئيس الجمهورية لغاية رئيس الوزراء لغاية الوزراء لغاية رؤساء المؤسسات لغاية لغاية والخبرة اللي ممكن تطعن في هؤلاء الشباب انه ليس لديهم خبرة متوفرة في كافة هذه المناصب حوالين الرئيس حكا لما رئيس بيبقى عنده ستين سنة الى سبعين سنة بتحيطه مجموعة من الخبراء سواء كوكلة وزارة كوزارة كرأساء مؤسسات وهيئات قومية او اقليمية او عالمية او كذا يعني ما فيش رئيس بيشتغل بخبرته الشخصية رئيس جمهورية ما فيش رئيس وزارة بيشتغل بخبرته الشخصية ما فيش وزير بيشتغل بخبرته الشخصية ما فيش رئيس مؤسسة اي ان كانت هذه المؤسسة عميشتغل بخبرته الشخصية الجميع يستعين بالخبر كدرجة من الخبرات المحيطة بيه لكن الشباب هم اللي لم يلوثوا على مدى التلاتين سنة لان النضال تلاتين سنة بدون نتائج يسبب احباط لهؤلاء المناظرين يسبب امراض لهؤلاء المناظرين يسبب مشاكل لهؤلاء المناظرين وطبعا المسألة هتخش شوف ايه من كواس ومن وحش الشباب ده شباب طازة شباب نقي شباب نضيف كل الناس بتاثق فيه بتاثق في وعيه مش بس ان هو نظيف ونقي وشريف وكذا ان انا واعي فادئنا كلنا بدرجة وعيه لو بنشوف اي شاب منهم بيتكلم ايه الوعي ده ايه الوعي ده لان هم اتصلوا عن طريق الانترنت او خلافه بحضارات العالم وثقافات العالم وطلع العالم بشكل واسع جدا ايه درجة من الوعي راقية جدا ناقسهم الخبرة الخبرة هتقى محيطة بيه يعني هو لو رئيس جمهورية مش هبقى رئيس جمهورية بزوره وكدا يعني هو اوباما عاد بحكم بدماغه ينام كده يفكر ويقوم ايه باخد القرار ولا حواليه مستشارين ومستشار كذا وكله في ايه تخصصه ورئيس وزراء بريطانيا بحكم بدماغه بينام ويقوم يقرر ياخد قرار ولا حواليه مستشارين والوزراء والخبراء والليجان وكذا حجة مش اكتر وهي النوع من عدم الثقة ان الواحد مش مسال حكومة اه شاب عنده مثلا خمسة وتلاتين سنة ولا بشار الاسد اللي ورسوه السلطة في سوريا عدلوله الدستور عشان كان عنده ثمانية وتلاتين سنة يعني لما يعوزوا يده الشباب يدوله لكن لما الشباب ده ما يبقاش ابنه مهمة يعني ما يبقاش جمال مبارك فنقول ما عندوهش خبرة ما عندوهش وعي ما ينفعش ولسه بدري يتدرب ووقت جنب الوزير يجيب كورسي ووقت جنب الوزير ويتعلم ازا كلامي يعني كلامي ده كن كن جمال مبارك ينفع طب ما انت عندك شباب كتير جدا يصلحوا هقولك التلاتة وخمسين ولا اربعة وخمسين الف الوحدة محلية اللي تبع المجالس المحلية اللي مليانة فساد المحافظين في كل المحافظات ليه المحافظ ما يبقاش شاد وذهب فوق الخمسة ready فوق الخمسة ready million من خمسة ready من خمسة ready من خمسة ready بن خمسة ready ومن ثلاثين الى خمسة واربعين حلوة او. ليه لأ يعني. المحافظين. رؤساء المجالس المحلية. الوحدات المحلية في القرى وفي النجوع وفي المدن وفي البندر وفي المحافظة. المجلس الوزارات ده كله. رئاسة الجمهورية. رئاسة المؤسسات العامة. الهيئة العامة للسلع التموينية. ليه ما يبقى الشاب. ده يبقى تخصصه الدراسي وعلمه. وبيحدى ماجستير مع ماجستير مع دكتوراه. ايا كان يعني. ليه الناس دي ما تتولش هزيمها. مش بنقول مية في مية بس. على الاقل يبقى فيه نسبة كبيرة جدا. لشباب ده. مش جان هما قاموا بالثورة بس. يعني احنا مش عادين نرد ده. هما قاموا بالثورة فانا هنديهم ايه كرسي. لأ. مش بالمعنى ده اطلاقا. انما بمعنى الناس دي احنا نسق فيه. مصر كلها. لا هبتنسق في هزا هؤلاء الشباب. ما بتقبلش اي حد من غيره يبدو ويبدي اعجابه شديد بالشباب ده. قد ايه هو نديف. قد ايه هو نقي. قد ايه هو طاير. قد ايه هو واعي. قد ايه هو محت... يعني كل الناس بتتغزل في هزا الشباب. فاحنا عشان مصلحتنا. محتاجين ان الشباب ده هو اللي يتولى السلطة. ونبقى احنا كلنا محوطين بي. يعني كل حد عايز يساهم يساهم. بس مش لازم تضع على الكرسي يعني. لان اللي بيضع كرسي ده هو المشكلة كله فيه. يعني اي مؤسسة فيها فساد. نفس المؤسسة دي هتلاقي فيها العديد عشرات ومئات وآلاف عسب حجم المؤسسة من الشرافاء داخل هزي المؤسسة. ولكنها تدار بشكل فاسد. يعني ممكن الفاسدين نلبوا مية متين مثلا. في الهرم كده. وبقية الالاف للناس اللي في قلبه مؤسسة دي ناش شرافاء جدا. وبالطالي المؤسسة فاسدة. بس مش لان كل اللي فيها فاسدين. لان سلطة اتخاذ القرار هي الفاسدة. وده اللي كان حصل في مصر كلها. لو عطت سلطة اتخاذ القرار لحد انت بتاسق فيه. حتى لو في فاسدين تحت ما هو من خيال الخبرات المحيطة بيه. من خلال وعيه ومن خلال نقائه وتهارته السوية هيستبدها من المحيطين دي. لكن هي دا باخد قراره ومش هيوه متعاول. مش هيوه مجنون. وايه ما كانتش ااا يعني قعدوا لونه النهار يقنعونها بان جمال مبارك يحكم البدد. حين رفاضنا عشان هو يعني عشان حاجات كتير طبعا عشان هو باخدها كمراس. عشان هما سرقين البلد عشان هما قهرين البلد عشان هما عشان حاجة زي بشار الاسد فانت مش دق يعني شمعنا هنا بتوافق وهنا ما بتوافق يعني جمعان يقوله احسن واحد ده شابه ممتاز ده 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 طب ولما نقول فلاني فلاني من شباب الثورة ووحي شكوخة لازم اموده رئيس الجمهورية يعني عشان نورسلوا الا التوريس اللي حاصل في البلد كلها طوال السنوات الماضية اللي هو كان تمهيد طائفا فارشة يعني كل ويارس عياله الاماكن اللي هما فيها عشان لما نيجي بقى انا هو راسبني الحكم محدش يهبطى يبقى عامل مكسورة عاملين ده موضوع كبير جدا لنا نزا ما قلت احنا نتكلم على التنظيم التنظيم اللازي يبرم بعد 1952 لان الدبات الاحرار اللي عملوا تنظيم الدبات الاحرار وقاموا بحركتهم في 52 سمع يدهم الشعب في اصباحة ثورة عرفوا يعني اقيمة التنظيم وعشان كده جرموا وحرموا وحد يهوب نحي كلمة التنظيم اول ما يتشم ريح التنظيم الامن الدولة او الامن السياسي او المخابرات والبتاع يتزبط التنظيم يروح وراء الشمس لان هم عرفوا قيمة التنظيم لما عملوا تنظيم الدبات الاحرار ونجحت حركتهم والشعب اقيدهم واصبعت ثورة واصبعهم في السلطة هم عرفوا قيمة التنظيم وبالتالي درموا التنظيم تجريم حتى لو انت قبل 25 يناير قاعد قاعدة كده في صالون ولا مع ناس او بتاع وجبت بس كلمة تنظيم هتلاقي كل الناس اللي حولك قام تمشي او خافوا منك او اداروا او كذا لان كان فيه تجريم ممنهج عملي ونظري لكلمة تنظيم في شين ان الشراب النهاردة من كافة الطيارات النقطة الدعف الرئيسية لديهم هي التنظيم التنظيم بمعناه الواسع والعميق اللي ممكن نتكلم فيه يوم الاربع ان شاء الله اللي جاي لان هم عندهم تنظيم بس تنظيم جنيني تنظيم اولي تنظيم بسيط بحكم خبراتهم التنظيمية من ناحية بحكم عمر تجرمتهم من ناحية تانية ازاي نستعيد عندها بخبرة تنظيمية ونطور من هذا التنظيم التنظيم يعني يعني الوحدة مش التفرق مش التشتد لو كل واحد واحدة مش يبه فيه تنظيم لك لما نجمع عشرة بين ايه تنظيم مقاومة عشرة جمعهم هي بقينها تنظيم كل ما تنظيم تور الحجم بتاعه كله هو اقوى كل ما المادة التي تلث داخل هذا التنظيم هي اكثر صحة صحة جاية من الصحة من الهلف الصحة مش مريضة لان فيه كتير من الامراض الثقافية والسياسية وكذا بتخش جوه الشباب والمثقفين والسياسيين وكذا وتسبب كتير من الخسايا لو كانت افكار تكتسب بالصحة وتنظيم قوي ضخم جبير منظم بشكل راخي ويكتب خبرات تنظيمية عبر العالم القديم وان عارف ان هما الشباب بيعمله مجهود في اكتساب هذي They الأنترنت من من اماكن عديدة ده اعتقل المهمة الاولى في ارتباط ده بشعب المصري مش تنظيم مش تنظيف ولاد مغلقة مش تنظيف ولاد مكيفة مش تنظيم اه اه انا المخ وانتو العضلات لا تنظيم يصل زي الجهاز الدموي كدا بتاع الانسان من شرياني تاجي تابدي كدا لغالة موجيا جدا في اطراف الجسم البشري اعتقد ان تنظيم قوي لشباب مصر شباب مصر تنظيم قوي مرتبط واصل اطرافه داخل كل قرية كل ازقاء وكل حي وكل منطقة عشوائية وكل مركز في القرى والنجوة وفي الصعيد وفي وضع البحري وفي السويس وفي الاسماعيلية وفي اسكدرية وفي اسوان وفي سيناء يعني تنظيم واصل اطرافه للشعب المصري ده تنظيم ما حدش يقدر عليه اتمنى ان احنا يوم الاربع الجاي ان شاء الله اساعة عشرة مساعة نقدر نتكلم في الموضوعنا ومشكركم شكرا عظيم جدا ونلتقى ان شاء الله يوم الاربع الساعة عشرة مساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة